اشتركوا في القناة جزئيا بحسب الامكانيات المتاحة مثلا حينما هاجموا على سراء ومسؤورة أولا من أنتم سؤال من أنتم أنا عايز شرح الحديث ما تقول لي نحن لا نقول أنا عايز شرح الحديث الحديث يقولون ما تتدخلش حتى تموت يعني حتى تلقاني أبدا حتى تلقاني يعني يوم القيامة يعني حتى تموت ما تقوليش إحنا قل لي لو سمحت يا شيخوالي انت فهمت الحديث غرط تعال اقرأ الحديث وفهمه للناس لا لا شوف شيخ وليد عقيدة الشيعة لا تأخذ بفهمك أنت من أحد الأحادي يا باشا أنا فيهم غلط أنا بقولك أنا فيهم غلط أنا فيهم غلط اتفضل اقرأ الحديث وفهمه نعم قلت لك الآن نحن ندرس سيرة علي باشا 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 اقرأ الحديث وشرحه لنا أنا مش عايز أنت تكلمني في قصة تانية أو في منطقة تانية أنا عايز تمسك الحديث تقرأه لي كلمة كلمة وتشرحه طيب اقرأ أنت الحديث وأنا سأشرح لك أو أنت كل مرة يا حسين يعني داخل على الحديث تاني وتيجي تقول لي أنت أقرأ الحديث أمال أنت أترد على الحديث إزاي يا حسين المفروض أن أنت مطلعه قدامك على الشاشة على أقل لا الشاشة ليست أمامي أنت أقرأ وأنا سأرد أنا أقرأ إن شاء الله ما في مشكلة ما في مشكلة نجيب الحديث أهو يا أخوان شكرا لك يقول بص الحديث طبعا موجود في كتاب الكافي الكلين جزء واحد صفحة 282 بيقول إيه نعم قبلت ورضيت وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحياتي من رأسي بدم عبيض صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك نعم أولا حينما يقول خضبت لحياتي ومتى خضبت لحياته أليس بعد أن قاضي الحروب حبيبي الرسية دي من النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي ما تاخد عقلي أنا عقلي ما بيتاخدش بعيد نعم ما سبت الدنيا كلها وروحت على خضبت لحياتي أنا بأتكلم ده الكلام اللي ألهلو النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا جبريل يعني مش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص دي النقطة الأولى اتفضل من أول نعم قبلت كده وبتدي فسر لي قلت لك هذا الحديث المقصود بأن العلي لا يمتلك الإمكانيات بالمطلق ما سماش قلت لك قلت لك بأن هذا الحديث معناها أن علي لا يمتلك الإمكانيات بالمطلق إنما إمكانياته ولن تسمح له بمنع هذه الأمور بالمطلق حبيبي برضو نفس الحكاية حبيبي أنا مش عايز كلام من دماغي أنا عايز تقرأ الكلام اللي موجود وتفسره لنا نعم قبلت قبل إيه وراضيت راضى بإيه وبعد كده تبتدي تكمل فضل نعم هو لما راضى بأن تخضب لحيته لا حبيبي إذا تخضب لحيته دي في الآخر خالص حبيبي دي كلمة تخضب لحيته دي في آخر الحديث إحنا بنتكلم نعم قبلت وراضيت وإن انتوكت الحرمة يعني فهمني ده إيه طيب سأشرح لك هو حينما يقول بالشخشقية يا عم سيبك من الشخشقية والملخية والبتنجانية أنا دلوقتي أنا عايزك تشرح لي ديت وبعد كده بأروح للشخشقية بالملخية أي حاجة أنا دلوقتي تشرح لي اللي قدامي أنا عايزك تشرح لي ديت نعم هو حينما يقول عطلة السنن أي أن أبا بكر وعمر وعثمان يعطلون السنن وعلي لا يتمكن أن يتدخل بقوة ويمنعهم من ذلك حبيبي حبيبي هو هنا ما جابش والله سيرة أبو بكر وعمر ولا عثمان ولا أي حاجة هو هنا بيتكلم بالمطلق لا جاب سيرة أبو بكر ولا جاب سيرة عمر ولا جاب سيرة عثمان حبيبي اقرأ اللي قدامك حبيبي حبيبي اقرأ اللي قدامك وبلاش تشتغل عاطفي الشيعة لأن والله العظيم ستكون إماما يوم القيامة ولكن إلى النار اقرأ هنا وجاوبني على هنا وبعد كده بروح للحطة اللي أنت عايزة صدقني صدقني لن تجد شرحا لهذا الكلام أفضل من الخطبة الشقشقية لعلي طيب ما عليش واحدة 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 سمعني بس بس واحدة 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 يبقى كده يا إخواننا الرجل الطيب ده ما عرف يشرح هنا فهرق على حاجة اسمها الخطبة الشقشقية الخطبة الشقشقية من الذي رواها موجودة في كتاب من الذي رواها أنا ما قلت لك موجودة في أي كتاب أنا أقول لك من الذي رواها موجودة في كتب كثيرة شرشقية من الذي رواها الذي رواها عندكم عبد الله بن عباس وهو أعمى عندكم أعمى البصر والبصيرة وأنه هو حرامي وسائق بيت المال ولم يكن مواليا لعلي بن أبي طالب يعني حتى كمان هذه الخطبة أساسا المكذوبة على عبد الله بن عباس أساسا سندا عندكم لا تصح أولا عبد الله بن عباس رأيي المشهور أنه ثقة عند الشيعة أجب لك عبد الله بن عباس عندكم وهو أعمى البصر والبصيرة وسارق لبيت المال هتقول لي ثقة؟ خلتوه ثقة دلوقتي؟ الكوة ما أعليه وثقه؟ لا يا حبيبي ما في حد عندكم يا حبيبي تكلم في كلام إلا وناقضه في كتاب آخر دي النقطة الأولى النقطة الثانية الحديث الصحيح عندكم لا يصح إلا بكلام المعصوم وانت راجل إخباري صح؟ نعم نعم حلو حلو مساكتك من الحتة اللي انت بتوجعك هل هذا الكلام قاله معصوم؟ نعم هل الكلام ده قاله معصوم؟ أولا أنت تقول أخبار الأخبار لي حبيبي رد علي هل الكلام ده قاله معصوم؟ نعم قاله علي قاله هو من سبل علي وقاله علي لا علي أولا الذي قاله عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس أعمى البصر والبصيرة عندكم وأنه سارق لبيت المال وبتشتبه فيه لين ونهار وكان مواليا لأبي بكر الصديق خلاص دي النقطة الأولى النقطة الثانية اسمعني بس اسمعني واحدة واحدة اهدى بس اهدى على حالك شوي النقطة الثانية إن دي مقطوع الإسناد مقطوع الإسناد يعني من رواه عندكم عن عبد الله بن عباس وسعيد الخضري أساسا الذين رواهوا في الكتب لم يحضروا لا ابن عباس ولا سعيد الخضري خلاص يبقى كده ده مقطوع الإسناد ثالثا أنتم لا تأخذون إلا إلا بالرواية التي فيها قال المعصوم مش واحد روا عن المعصوم لا واحد قال المعصوم كذا وكذا هذه الثانية الثالثة كيف عبد الله بن عباس اسمعني بس لو سمحت خلص كلامي كيف عبد الله بن عباس يروي أن أبا بكر الصديق اختص بالخلافة من علي بن أبي طالب وفي نفس الوقت كان معواليا لأبي بكر وعمر وعثمان ازاي يا أخي في الشق شق علي يقول علي يقول يا عم درواي اسمعني لو سمحت وإنه لا يعلم اسمعني لو سمحت اسمعني لو سمحت بس عشان تفع من عايز الآن أنتم تقولون أن عبد الله بن عباس هو الذي روى الرواي صح؟ أنا لا أتذكر رواة الله لا هو عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس أرجع لها أنت عبد الله بن عباس الآن عبد الله بن عباس هو من روى أن أبا بكر وعمر أخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب غصبا وقال اللي قد تقمصها ابن أبي قحافة صح؟ نعم ومع ذلك كان مواليا لا حول ولا قوة إلا بالله ومع ذلك كان مواليا لمن؟ كان مواليا لعلي أم أبي بكر؟ شوفوا بن عباس رأي المشهور أنه كان مواليا لعلي لا يا حبيب مما كانش مواليا لعلي ابن أبي طالب كان مواليا لأبي بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ما تضحقوا على الناس لا مواقف لا مواقف ابن عباس من رزيات الخميس وغيرها كان له مواقف مع علي حبيبي أحنا مش بنتكلم على المواقف أحنا بنتكلم عن الولاية كان مواليا ده بنص الكتب بتاعدكم يا عم ده بنص الكتب بتاعدكم يا عم وأنا بجلب لك من عندنا طيب طيب خلينا نناقش موقف عليه هل هو سكت بالمطلق أم لا لا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يسكت بالمطلق قل لي ليه ليه اقرأ لي آخر الكلمتين اللي هو وخضبت اللي حياتي من رأسي بدا من عبيت هات يا محمد كده يا أحمد بدا من عبيت صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك معنى كده ايه معنى صابرا محتسبا حتى أقدم عليك طيب يا شيخ وليد بإجماع السنة والشيعة ما ليش دعو ما لكش دعو بالسنة ما لكش دعو بالسنة أنا عايز حضرتك تفصل لي لو سمعت حضرتك تفصل لي صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك نعم سأجيبك أولا هو حتى حينما حارب في الجمل والصفين والنهروا رحل 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 لن يجيب خلاص لن يجيب يا جماعة وأنا بتكلم انجليزي وأنا بتكلم فرنسي ولا جاي من هنا أنا راجل بتكلم عربي بقول له لان سمحت فصل للمقطع ده صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك يعني معناها الصبر ممتد إلى أن يتوفاه الله وأنه ما يدخلش إلى أن يتوفاه الله حتى لو خضبت لحياتك بدم عبيض ما تدخلش حتى تقدم علي يعني معناها حتى تموت بس اللهم مبلغت مش عارف مين العطاش هادية الهندسة غيره وبتقولها وبتقولها بقلبك مفيش بح طب رجع لينا حسن تاني هههههه هههه ههههه الله لو مستعان قبل ترجمة نانسي قنقر